ممناسبة علم النفس يعني تحليلك لكيروش شخصية ومهمية تلاقي الفترة الماضية توقعاتك للشخصية دي تمحها وأهدافها خلال مباريات البطولة ده كم سؤال ده وهو كلهم يتحولوا على كيروش يعني أنا سألتك سئلة كتيرة أنت معك كيروش بقى اتكلم عنه لا هو كيروش مدرم وكوتش وكيروش ليه تاريخ كبير جدا يعني ما حدش ينكر ذلك وهو مدرم كوتش يعني ما فيش شك أنه هو إضافة يعني هو إضافة يعني ولكن كيروش لما جيه مصر وقاتع إلى مصر ما تعاقدشي أن أنا حقود كذا ومعاه الاسطف كذا وحاسكن هنا ومعاه سيارة لا هو عمل كده في العقدة بتاعه ولكن قبل ما يدخل مصر أنا بعمل كده على فكرة أنا بعمل كده لما أروح مثلا سودان أروح عمان أروح أي دولة يمن كده ليبيا بدرس شخصية اللاعب النحل الفنية النحل البدنية الإعلام اللي موجود لازم أدرسه صحيح عشان يصل للهدف بتاعه صحيح ده ده شيء يعني يعني أنا مقتنق به ألف في المية ولما جيه أول ما متولى المسئولية هو شخصية يعني هي كريزمة شخصيته كريزمة يعني الكريزمة ده عنده ثقة تشعر بثقة فعلا تشعر برؤية تشعر أن فيه هدف عايز يوصل له تشعر الكريزمة دي تشعر فيها كريم أنه هو فيه تناقض في الكلام بتاعه يعني تشعر فيه تناقض بتاعه وبيسموها بقى يعني شخصية بقى بتكمل الشخصية الكريزمة دي سايكوباتيك سايكوباتيك يعني ساحر في الكلام بتاعه في تصريحه تلاقي فيه كلام كده بيخرج منه وبيخرج من حالة لحالة بدون أي مشكلة وعنده هدوء خالص ما فيش أي مشكلة هو نجم والنجم دايما بيحب الدراما يحب التصريح القوية فدي شخصية شخصية درامية شخصية على فكرة الكلام ده مش وحش ده ممتاز أنك تبقى كوتش وفيك شخصية الكريزمة وشخصية النجم وشخصية عندك الثقة وعندك الرؤية وعندك دي شخصيات ممتازة يعني شخصية تميل للنجاح تميل منيه عايزة تنجع صحيح فهو لما وصل عمل ايه عمل اشياء معين وفيه هدف هيوصله ووصله عمل نمر واحد عمل اثارة ورغبة واهتمام ايه اللي حصل ان هو استبعد اخد قرار كده مفاجئ للإعلام المصري مفاجئ للعبين ومفاجئ للجمهور واه واه وكده باستبعاد أفشا واستبعاد مين شريف شريف فعمل نوع من الايه من الرغبة والالتفاف والاهتمام بالحدث فبدأ الإعلام يتساءل يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة فانتقل من المرحلة دي لمرحلة الارتباك وخلق لزة وصناعة كلام ان الإعلام عايز بقى فيه لزة ومتعة انه عايز يقرف ايه اللي حصل اطلع يا واقل يا جمعة اقول لنا الموضوع لازم يطلع في تصريح صحفي لازم يقول لازم وبدأ يعمق هذا الامر بدأ يعمق تعمق التأثير في الإعلام الرياضي وعلى اللاعب المصري وبعد كده وصل الهدف بتاعه وصل ايه بقى استبعاد ده استبعاد ده انا رايح بطولة العرب انا معاي 13-14 مصرية اللاعب هم اللي هينعبوا على فكرة المحترفين كذا كذا انا باخد ده وبحط ده وبعمل ده مش حسم على حد فدي هي ديا شخصية كيروش اللي عايز يتعامل معها ممكن يتعامل معها من هذا المنطلع